عندما تقترب النفغة الاولى يرسل الله تعالى ريحا ليلة الين من الحرير لا تجد عددا في قلبه مثقال ذرة من ايمان الا قبضت روحه لان الساعة لا تقوم الا على شرار الخلق ثم يأمر الله الملك اسرافيلة بالنفغة الاولى وبعدها فعق من في السماوات ومن في العرض الا من شاء الله وتظل الدنيا هكذا اربعين عاما ليس على دارها حي ليس على دارها احد حي الا الله الكل نام تحت الطراب لا روسيا ولا امريكا ولا المانيا ولا انجلسرا ولا الصين ولا فرنزا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسى فيضرع قاعا صففا لا ترى فيها عوجا ولا يمتى وعندما تخل الدنيا وتبتر الارض غير الارض والسماوات يقول الله تعالى يا ملك الموت من الذي بقي من الخلائق الانس مات والجن مات والملائكة ماتت الملائكة عندما نزل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت قالت الملائكة لسنا نفوسا وانما نحن ارواح طاهرة فنزل قوله تعالى كل من عليها كان قالت الملائكة لسنا على الارض انما نحن سكان السماء فلما نزل قوله تعالى كل شيء هالك الا واجهه له الحطم واليه ترجعون خرت الملائكة ساجدين لله وقالت سبحان من له البقار رحده ماتت الملائكة والانس والجن والطيب وكل ما على الارض وما فوق السماء الا ملك الموت يسأل الله من بقي من الخلائق يا ملك الموت يقول الهي لم يفق الا جبريل ولو واسرافيل وعبدك الماثر الان بين يديك فيقول له الله اقبض روح جبريل يا ملك الموت فيقبض روح جبريل من بقي يقول ميكايل واسرافيل وانا العبد الزليل بين يديك اقبض روح ميكايل يا ملك الموت فيقبضها اقبض روح اسرافيل يا ملك الموت فيقبضها ثم يسأله الجبار جل جلاله من بقي من الخلائق يا ملك الموت فيقول لن يبقى الا انا العبد الزليل بين يديك فيقول له الله موت يا ملك الموت موت يا ملك الموت فيقبض وعندما يشعر بثكرات الموت يقول عزتك وجلالك لو كنت اعلم ان فكرات الموت شديدة هكذا لخلقت منك ان تعاطيني من قبل ارواق العباد يا موت يا موت يا موت ملك وانجر الله الى الدنيا وهي خويلة العباراتها السمس كورت والنجوم انكذرت والجبال سيرت والاشارع الخلت والبحار سسترت والنفوس دوجت السماء كشتت الجنة اجلتت الجحيم سعرت ينظر ربك الى الدنيا وهي خالية فيقول يا دنيا اين انهارك اين عشجارك اين ذحارك اين قصورك اين الملوك اين الملوك اين ابناء الملوك اين الجبابرة اين ابناء الجبابرة اين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري لمن الملوك لمن الملوك اليوم لمن الملوك اليوم البيت الابيض اين حكام الكرميل اين شكان عبدين وقصر الدين وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبيذ لكم كيف تعلنا بجمع وضربنا لكم الانثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجباب اشتركوا في القناة